السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوف نضع جميع المكونات في الميكسر سوف نحاول نطحنهم وخيب اللي نبلير هاداك شي تقل على الميكسر فما نبقاوش نطحنه يعني نوركو ونحبسو ونوركو ونحبسو حتى كيتقادلين الخليط كيتطحن كامل وكيولي بهاد الشكل هادا كما كتشوفو فكنا نخدو مول ديالنا اما ندهنوه بالزبدة ونديرو ليه الدقيق اما نفرشو ليه بحال هاد الورقة ديال الفرن فغادي نبتا نقبل خالد ديالي كيكون بهاد الشكل هادا يعني جاري واحد شوية فغادي نقبل مول ديالي كامل من بعد غادي ناخد تفاحة فغادي نحاول نقطعها يعني شرائح صغار يعني رقاق وطوال كيما غادي تشوفو معي موضح في الفيديو مبعد ما نوزع الخالد ديالي في المول بهاد الشكل فغادي ناخد تفاحة ديالي كنعتدر على البنات لانو راني مروحة مع الجو وهذا راكم عارفين فهم بعد ما كيتقلب كل شي كيمرض كنعتدر على الصوت لانو راه مشالية ولا مهم غادي نكملوه ومن بعد غادي ناخد تفاحة ديالي وبهد الشكل هذا مقطع غادي نحاول نقدو على الكيك ديالي بهد الشكل نحطو على شكل وريضة يعني نحطو حتى حد اختها حتى غادي نكمل قاعد تفاح ديالي غادي نوزعو لجميع الاماكن في الكيك ديالي يعني فوق الكيك ديالي نحاول نغطيها تماما بالتفاح هاكا كتكون الشكل ديالها من بعد كندير عليها سانيدا هاد سانيدا كتعون باش يتكاراميليزا وفي نفس الوقت كتعون باش يهرلين اتفاح ديالنا لانه يدخلينه فغادي بحالة يتقروش فقط ما غاديش يطح لنا مع الكيك ديالنا وفي هاد المرحلة هدي كنكون سخنة الفران من قبل اقصى درجة من بعد ميكا مغين ديفيه الكيك فكنخليه شعل غير من التحت على ميتين درجة من بعد عشرين دقيقة فكنشعل عليه من الفوق ومن التحت كنخليه تقريبا عشرة ديال دقيقة باش تحمل ليه من الفوق وكنجب دهام الفرن ديالي فكنحاول من الجواني بنحددها بالموس باش تحيل ليه بالنسبة اللي بنات اللي بغاو يدهنون مور بالزبدة والدقيق فممكن يدهنوه باش ما تلصق لهم شو اللي بغاو يديروا آآ كاغل ديال الفرن فممكن يستعملوه او ورق الفرن ومن بعد كنقدم الكيك ديالي بصحة والراحة كجيب هادش كل هادا وحاولو تخلي واحدة تتبرد تماما عبد قسموها فاكنتمنى تعجبكم ما تنسوش ليكيزو القناتي اول مرة الاشتراك على القناة وتفعيل الجرس لتوصل بجميع الجديد ما تنسوش تخليولي تعليقات جوين الى اللقاء انطلقوا ان شاء الله في فيديو قادم جربوها وما غاتندموش اشتركوا في القناة